بسم الله الرحمن الرحيم حديث الأمن في القرآن الكريم حديث مستفيد واسع الجنبات لا يمكن الإتيان عليه في حصة أو في حصص فلذلك أقتصر على أحد مشاهده وهو مشهد عدام الأمن كما يصوره القرآن الكريم لقد صور القرآن الكريم ما يحل بالإنسان وقد اعتراه الخوف وحل به وبيّن أن هذه الحالة تعطل في الإنسان فكره وكل مواهبه وتجعله تائها سائها لا يستطيع ساهما لا يستطيع أن يعالج كل أموره يقول الله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضيعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد إن هذا المشهد يصور كيف يحل الخوف بالناس فتذهل المرضيعة عما أرضعت والمرضيعة هي المرأة التي تباشر الرضاع وليست المرضع فشأن المرأة حينما ترضع أن تكون مرضعة أنها تلتزم ولدها وتحافظ عليه وتستبقيه خوفا عليه لكنه في هذه الحالة تتركه وتذهل عنه وتضع ذات الحمل حملها قبل زمنها وترى الناس حينئذ تائهين تراهم كأنهم سكارا ولكنهم ليسوا سكارا لأنهم لم يتناولوا شيئا مسكلا وإنما كل ذلك بسبب أتراء الخوف لنفوسهم هذه الحالة صورها الله سبحانه وتعالى تصويرا آخر لما قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه هؤلاء هم أقارب الإنسان الأدنون ومع ذلك يوم القيامة حينما يلم به الخوف يفر الإنسان من هؤلاء الذين كانوا يعدون لأن يواجه بهم الإنسان حالة الخوف وذكر الله سبحانه وتعالى من مشاهد الدنيا مشهدا وقع للمسلمين حينما أحاطت بهم جيوش وهذه الأحزاب التي أحاطت بهم قال الله تعالى جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنونة هذا مشهد في الحياة حينما أحاطت الأعداء بالمدينة المنورة وقع ما وقع جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم وزاغت الأبصار وكثر الخوف وبلغت القلوب الحناجرة لشدة الخوف وحينئذ يعترى الناس أو تسرب إلى الناس شيء من الظن السيئ وتظنون بالله الظنونة هذه مشاهد يمكن أن نعثر على كثير منها في القرآن الكريم وهي تصور هذا الإنسان وقد اعتراه هذا الخوف الذي يعطل كما قلت حواسه ويعطل ملكاته ويعطل ذكاءه إن هذا الخوف حينما يلم بأمة كاملة يكون أثره ووقعه أشد والله تعالى يذكر عن الحضارات وعن الشعوب أنه حينما يعم فيها الخوف تتعطل فيها أسباب الحياة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قرية كانت آمنة مطمئنة وهذا هو وضع الأول لكنها استحالت إلى حالة أخرى وغير الله أحوالها بسبب كفرها وعصيانها وشروضها عن المنهج فحينئذ ألبسها الله لباس الجوع والخوف والجوع والخوف هما ليس لباسا وليس لباس مما يذاق ولكن ذكر الله تعالى الذوق لإفادة أن ذلك يكون إحساسا داخليا وذكر الله اللباس لأن اللباس يكون ساترا وعاما من الرأس إلى الرجل فحينما يكون للإنسان لباسا هو القميص والرداء فيكون كل جسمه مشمولا بذلك اللباس بمعنى أن هذا الخوف حينما يحل تستبطنه النفوس وتحس به من الداخل ولن تخبر به ولن تسمع عنه ولن يستطيع أحد أن يتصور مقدار الخوف حينما يتعيش في الشعوب وحينما يعم الخوف وحينما يتوجس الناس ويخاف الناس في الطرقات على مصائرهم وهذا الخوف حينما يأتي يكون شاملا لن ينجو منه أحد ولن يستثني قطاعا من القطاعات ذلك الخوف يؤدي إلى حالة من الطرق الطل هذه القرية كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لأن السبل كانت آمنة لكنه حينما توقفت السبل بسبب عدام الأمن توقفت الأرزاق وأصبح الفقر وأصبح الجوع ضميمة أخرى إلى الخوف ولذلك حينما يأتي الخوف ويأتي الجوع معه خوف والجوع والله تعالى ذكر بأن هناك لباسين أذاقهم الله لباس الجوع والخوف ببكان يصنعون هذا حديث يتحدث فيه القرآن عن الخوف كيف يحل بهذه الأشخاص بالأمم بالشعوب ولكن هذا الخوف الذي يصوره القرآن يجعل الناس حريصين على تحقيق الأمن في حياتهم يجعل الناس حريصين على لا يعبثوا بالأمن قضية الأمن لا تحتمل المجازفة لا تحتمل أن يعبث بها إنسان لأن نتائجها هي أكبر من كل المشاريع التي تطرح من كل الأراء من كل الأفكار إن عدم الأمن شيء قاتل للأفراد كما قرأنا قاتل للإرادات وهو كذلك معطل للشعوب والحضارات وهو آفة كبرى تلم بالناس فلذلك نتبين من خلال هذا أن الأمن شيء مهم في حياته كان الرازي يريد أن يوصل الناس إلى هذه الحقيقة وقال إنك لو أخذت شاة وعطيتها علفها ووضعت إلى جانبها وربطت إلى جانبها ذئبا بحيث لا يصل إليها فكانت هذه الشاة تنظر إليه فإنها لا تأكل ولا تشرب وتظل متوجسة خائفة منه رغم أنه لا يصلها ولا تزال كذلك حتى تموت فإذا ماتت فإنها من الخوف تموت لا من قلة الطعام تموت إن الخوف قاتل ولا رأي لخائف كما يقال وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة